السلام عليكم تعليمة اليوم هي تعليمة LS اللي هي واحدة من أهم وأكثر التعليمات اللي منستخدمها بشكل يومي تعليمة LS منستخدمها لعرض محتويات مسار سواء كان المسار اللي نحن موجودين فيه حاليا أو أي مسار تاني الاستخلام الأبسط لتعليمة LS هو أني أكتب LS بدون أي options تانية أو flags بهذا الشكل راح تعرض لي كافة الملفات والمسارات اللي موجودة ضمن هاد المسار ولكن ما بتعرض أي ملفات أو مسارات مخفية لحتى استعرض الملفات والمسارات المخفية وبضيف عليها flag minus a بهذا الشكل طلعت عندي كافة المسارات والملفات الموجودة بهذا المسار إذا بدي خلي هاي التعليمة تكون بشكل أجمل أو أني استعرض الملفات والمسارات بشكل قائمة بشكل عمود فرح استخدم flag ls-a اللي شفنا مني شوي و l اللي هي list وبضغط enter فبشوف أنه صار عندي نفس النتيجة بس بشكل قائمة أو بشكل list طيب إذا بدي استعرض نفس هاي المعلومات ولكن بحيث أنه أحجام الملفات والمسارات تكون بشكل human readable رح استخدم ls-alh بهذا الشكل بشوف أنه الأحجام تحولت من الأرقام اللي كانت اللي شفناها من شوي للكيلو للميجا لالجيجا وأيا يكن طيب إذا بدي استعرض هاي التعليمات مع ألوان رح قل له ls-alh-dash color يساوي always الآن بشوف أنه الألوان المجلدات صارت بألوان مختلفة عن الملفات طيب إذا بدي رتب المجلدات بحيث أنه تكون بالبداية والملفات بعدين فرح نرجع ls-alh-color يساوي always-group directories first بهاي الطريقة رح شوف أنه المجلدات أو المسارات صارت بالبداية والملفات اجت بعدين طيب كل هذه الكلام كنا عمالنا نعمله نحن موجودين ضمن المسار الحالي إذا كنت بدي شوف أي مسار ثاني فرح أرجع لنفس التعليم الأخيرة لحتى ما أرجع أكتبها مرة ثانية ورح أعطي المسار اللي بدي شوفه فمثلا لو بدي شوف .config رح قل له .config ورح يعرض لي محتويات المسار اللي أنا حددته طبعا ال .config أنا حطيته بدون أي شيء لأنه موجود ضمن مسار الhome directory إذا كان المسار ما له مرتبط أو ما في أي صلة بينه وبين المسار اللي أنا موجود فيه حاليا فلازم أني حط المسار بالكامل فلنقول بدي شوف هاي التعليمي لنقول بدي شوف محتويات الميديا والداتا بهاي الطريقة أنا حطيت المسار بالكامل لأنه الميديا والداتا ما لهون موجودين ضمن الhome directory هذا كل شيء بالنسبة لتعليم الأس بلتقي فيكم بفيديو بكرة بأمان الله موسيقى شكرا